بنحو سريع سأذكر لكم التواريخ المهمة بخصوص العقيدة الدرزية الدولة الإسماعيلية والتي تعرف بالدولة الفاطمية التي نشأت في شمال أفريقيا بدأت أيامها الأولى سنة 297 للهجرة وأول خليفة من الخلفاء الإسماعيليين هو عبد الله المهدي بالله استمرت خلافته إلى سنة 322 للهجرة وجاء من بعده ولده وتسلسلت الخلافة في نسله إلى أن وصلنا إلى الخليفة السادس وهو أبو علي المنصور الملقب بالحاكم بأمر الله الفاطمي صار خليفة بعد وفاة أبيه سنة 386 للهجرة وكان صغير السن كان في السنة الحادية بعد العاشرة من السنين ولذا فإن رجال البلاط الذين كانوا زمان أبيه هم الذين تحكموا في الدولة الفاطمية وتحكموا في الخليفة نفسه الذي كان صغيرا وكان أبرزهم ذلك العبد الخصي الذي يقال له برجوان بعد ذلك حينما اشتد عود الحاكم بأمر الله الفاطمي قتله رتب له مكيدة مع مجموعة من العبيد من عبيد القصر فقتلوه وانتهى أمره استمرت خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمي من سنة 386 للهجرة إلى سنة 411 في اليوم السابع والعشرين من شهر شوال سنة 411 للهجرة خرج الحاكم بأمر الله الفاطمي على حمار له لنزهة عادية بالنسبة له من دون حماية من دون حراسة إلى منطقة المقطم إلى تلال المقطم إلى جبل المقطم هناك من يسمي هذه المنطقة في التعريخ بجبل المقطم وهناك من يسميها بتلال المقطم وذهب الرجل ولم يعود لقد قتل وحدثتكم عن قتله ولا أريد أن أعيده الكلام المتقدم الدولة الفاطمية محكومة بالمنظومة الدينية الإسماعيلية لهم عقيدتهم لهم فلسفتهم لهم دينهم الذي يعتقدون به لكن أمراً جديداً حدث سنة 408 للهجرة حينما بدأ الحسن بن حيدرة الأخرم وهو فارسي الأصل جاء من إيران إلى مصر في بدايات سنة 408 للهجرة بدأ يطرح عقيدة باطنية غريبة على الفكر الإسماعيلي وهو أن الخليفة الفاطم والمراد من في ذلك الوقت الحاكم بأمر الله هو الله هذا الأمر سبب الكثير من المشاكل للدولة الفاطمية فثار أناس في مصر ومصر مقرهم وأساس ملكهم فثار أناس عليهم بسبب هذا الكلام الذي بدأ يطرحه الأخرم هذا وحدث الطراب فيما بين الدعاة الإسماعيليين هذا الكلام في بداية السنة حتى وصلنا إلى شهر رمضان وإذا بالأخرم وجدوه مقتولا وفي ظروف غامضة وهذا ما هو بغريب على الإسماعيليين عملية القتل في ظروف خفية وفي ظروف غامضة أمر ملاصق للتعريخ الإسماعيلي ربما يكثر الحديث عن شخصية إسماعيلية هي شخصية الحسن الصباح وهذا عراقي في الأصل الحسن الصباح عراقي في الأصل من أهل الكوفة كانت عائلته تقطن الكوفة وبعد ذلك انتقلت إلى قم كانت عائلته شيعية على التشيع الاثني عشر انتقلت هذه العائلة من الكوفة إلى قم ونشأ الحسن في مدينة قم نشأ على التشيع الاثني عشر لكنه حينما وصل إلى سن الشباب اختلط بالإسماعيليين وتأثر بهم وأعجب بفكرهم فصار إسماعيليا وانتقل بعد ذلك إلى مصر حكايته طويلة ثم رجع إلى إيران اشتهر عن في كتب التأريخ من أنه كان ماهرا جدا في تنظيم عمليات الإغتيال الخفي والقتل في ظروف غامضة هذا الأمر ليس خاصا بالحسن الصباح بالحسن ابن الصباح يقولون عن الحسن الصباح والحسن ابن الصباح ليس خاصا بالصباح هذا هذا الأمر تعلمه من مرافقته للدعاة الإسماعيليين ثم نبغ فيه واشتهر فيه عملية القتل الخفي أمر معروف في الأجواء الإسماعيلية هدأت أصوات أصحاب الأخرم بعد مقتله إلى سنة أربعمية وعشر للهجرة بدأ نشاط صاحب الأخرم وهو حمزة الزوزني يرافقه تلميذه محمد ابن إسماعيل الدرزي لكن محمدا هذا حاول أن يشق طريقه بنفسه وأعلن مصرحا ومتحدثا عن العقيدة الباطنية الجديدة وأعلن ألوهية الحاكم بأمر الله الفاطم لكنه بعد ذلك اختفى لقد قتل أين اختفى بالنسبة لي من خلال القرائن فإن الذي قتله حمزة الزوزني لأنه كان يزاحمه كان ينافسه مع أنه كان تلميذا له انفرد حمزة الزوزني بتبني هذه العقيدة أرسل الحاكم قوة فحاصرته وحاصرت أتباعه ولذا فر واختفى هذا أول اختفاء معروف ل حمزة الزوزني بعد ذلك يبدو أن الحاكم قد رضي عنه فرجع واستمر بنشر عقيدته هل هذه المعلومة دقيقة أم أنها من أكاذيب حمزة الزوزني التي نشرها بعدما قتل الحاكم بأمر الله الفاطم الذي قتل الحاكم بأمر الله الفاطم هو حمزة الزوزني أنا الذي أقول هذا قطعا هناك من المؤرخين من ذكر هذا الاحتمال لكنني أقول هذا ليس اعتمادا على ما قاله المؤرخون لأن المؤرخين الذين قالوا بهذا ما عرضوا لنا دليلا واضحا لكن جمع القرائن من كتب التأريخ ومن كتب الإسماعليين يشير إلى أن حمزة هو الذي قتل الحاكم بأمر الله الفاطم لأجل أن ينتفع من قتله وموته ومن اندثار وجوده الحس أن يجعل هذه الحكاية اختفاءا وليس قتلا ولذا كان الأمر مكيدة مدبرة وحدثتكم عن هذا في الحلقة الماضية لا أريد أن أعيد الكلام بعد مقتل الحاكم بأمر الله الفاطم اختفى حمزة وهم يتحدثون عن الغيبة الأولى لحمزة بعد مقتل الحاكم بأمر الله الفاطم ثم رجع من الغيبة الأولى واتصل بأتباعه الذين تشكلت فيهم العقيدة الدرزية ولما أحس بخطر غيب وجهه وترك الحد الخامس الذي هو الجناح الأيسر والذي يقال له التالي إنه علي بن أحمد الطائي السموق يعبرون عنه الضيف في العقيدة الإسماعيلية هذا الرجل هو الذي كتب أكثر الرسائل التي تعرف برسائل الحكمة والتي تمثل الكتاب المقدس في العقيدة الدرزية هذا الرجل استمر في نشاطه وتبليغه للعقيدة الدرزية إلى سنة 434 أو 435 ما بين هاتين السنتين اختلف المؤرخون إلا أن المشهور من أنه أغلق باب العقيدة الدرزية سنة 434 إذن العقيدة الدرزية كانت تتحرك بين الناس قطعا بين أتباعها ما بين سنة 408 للهجرة حينما بدأ الأخرم الحديث فيها وبين سنة 434 للهجرة حينما أغلق علي ابن أحمد السموق باب العقيدة الدرزية فما كتب من الرسائل في هذه الفترة ما بين 408 للهجرة إلى 434 هي هذه التي صارت كتابا مقدسا وصارت أساسا للعقيدة الدرزية الباطنية هذه فهرسة تأريخية سريعة سأذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم كي أعرض لكم تفاصيل عقيدته أستعرض لكم عقيدتهم باختصار وفي خطوطها الإجمالية وبعد ذلك أقرأ عليكم بعض النصوص من كتابهم المقدس الذي يعرف برسائل الحكمة وقد يقال له الحكمة الشريفة وهذا الكتاب المقدس المطبوع بين يدي هو هو الذي قرأته في النسخ المخطوطة القديمة لهذا الكتاب لا يوجد فارق فيما بين هذا المطبوع وبين النسخ المخطوطة التي اطلعت عليها في سالف السنين العقيدة الدورزية هكذا تقول من أن العالم من أن الكون من أن الوجود يمر في أدوار عدد الأدوار هذه 72 دورا في كل دور من هذه الأدوار ابتداء من الدور الأول إلى الدور الأخير فإن الله الواحد الأحد يظهر في مخلوق بشري يتحرك بين الناس وهذا المخلوق البشري يكون هو الله بين الناس يكون هو الله في الأرض الدور الذي نحن فيه بحسب حمزة الزوزن إنه الدور الأخير هذا هو الدور الثاني وسبعون قطعا في كل دور هناك كور ولذا هم يؤمنون بالأدوار والأكوار الأصل هو الدور والكور هو جزء من الدور ما هو الفارق بين الدور والكور في الدور يظهر الله في مخلوق بشر وفي الكور فإن الله يختفي فليس هناك من وجود لله في صورة بشرية هذه مرحلة الكور نحن الآن في الدور الأخير في الدور الثاني وسبعين هذا الدور بدأ أيام خلافة الحاكم بأمر الله الفاطم خلافته بدأت سنة ثلاثمية أو ستة واثمانين للهجرة وقتل سنة أربعمية وإهدعش وهو في السنة السادسة والثلاثين من عمره واختفت جثته بعد أن اختفى الحاكم بأمر الله الفاطم دخلنا في مرحلة الكور الدروز ينتظرون نهاية هذه المرحلة كيف ستنتهي هذه المرحلة فإن حمزة الزوزني سيرجع لأن حمزة الزوزني يتقلب في الأدوار والأكوار ولذا فإنهم يعتقدون أن سلمان المحمدي الذي هو سلمان الفارسي يعتقدون من أنه هو حمزة فإن حمزة ظهر في الوقت الذي كان فيه سلمان موجودا بين الناس ظهر حمزة الزوزني في صورة سلمان زعماء الفرق الباطنية هذه هي طريقته يحاولون أن ينسب إليهم كل شيء وأن يكونوا متواجدين في كل زمان هذا ديدن الفرق الباطنية الضال فإن حمزة سيعود حتى يقضي على كل الديانات لأن الديانات كلها باطلة وأكثرها ضلالا دين محمد وعلي هناك مصطلح في العقيدة الدرزية الشريعتان وإنهم يتبرؤون من الشريعتين ما المراد من الشريعتين إنهما شريعة التنزيل والتأويل وبعبارة أوضح إنهما شريعة محمد وشريعة علي فشريعة محمد التي قاتل من أجلها شريعة التنزيل وشريعة علي التي قاتل من أجلها شريعة التأويل هذان الشريعتان بنظر الدروس هما الفحشاء والمنكر وعندهم المنكر يكون أقبح من الفحشاء فشريعة علي هي الأقبح وهي الأكثر ضلالا يعبرون عن هاتين الشريعتين بالفحشاء والمنكر ويعبرون أيضا عن هاتين الشريعتين بالإلحاد والشرك وهذا الأمر ليس خاصا بالديانة الإسلامية كل الديانات عندهم باطلة ولذا فإن حمزة الزوزن في رجعته سيقضي على كل الديانات ويقضي على كل الرموز الدينية ومن بين الرموز الدينية التي سيقضي عليها وهم يؤكدون على هذا الأمر إنه سيهدم الكعبة ويقضي على المسجد الحرام بالتمام والكمال لماذا؟ لأن الكعبة كما هم يقولون مقيل الأبالسة والشياطين مركز الأبالسة والشياطين الكعبة مركز عداء عقيدة التوحيد الكعبة الكعبة مثال للإلحاد والشرك في العقيدة الدرزية ولذا فإن حمزة الزوزن الذي سيعود راجعا للتمهيد لعودة الإله الذي هو الحاكم بأمر الله الفاطم حمزة حمزة لا يستطيع أن يدعي الألوهية نسبها إلى الحاكم ثم جعل كل الأمور بيده نظريا وإلا فهو لا قيمة له لم يكن لحمزة الزوزني من قيمة علمية أو من قيمة سياسية رجل كذاب يكذب في الظلام ضلل بعض الحمير قد يقول قائل لماذا تصفهم بالحمير هم الذين يصفون الأنبياء بالحمير يصفون نبينا وسائر الأنبياء بالحمير وسأقرأ ذلك عليكم من كتبهم من كتابهم المقدس هم الذين يصفون نبينا والأنبياء عموما بالحمير إنهم يصفون عظماء الأنبياء بالحمير مع أوصيائهم فحمزة يأتي يقضي على كل الديانات إنه يهيئ الأرض لعودة الله لعودة الحاكم بأمر الله الفاطم قطعاً قطعاً الإسماعيليون لابد أن تعرفوا من أنهم يعتقدون أن القائمة المهدية هو هذا هو الحاكم بأمر الله الفاطم كثيرون منهم ينتظرون عودة هذا الرجل المخبول كان رجلاً مخبولاً كان رجلاً مختلاً في عقله وهم هم 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 الدروز في كتابهم المقدس يتحدثون عن تصرفاته المخبولة ويستدلون بها على ألوهيته يقولون إنما صدر من تصرفات مخبولة وشاذة من الحاكم بأمر الله الفاطم لهو دليل على ألوهيته أي منطق هذا الرجل مخبول وهم يعترفون بأنه مخبول سأقرأ هذا عليكم من كتبهم من كتابهم المقدس ولا يستطيعون أن ينكروا ذلك عقيدتهم مبنية في الاستدلال على ألوهيته الحاكم بأمر الله الفاطم من خلال تصرفاته المخبولة من خلال أفعاله الحمقاء من خلال أقواله غير المتزنة وأفعاله التي هي أبعد ما تكون عن فعل إنسان عاقل يستدلون بهذا الحمق وبهذا الخبل على أنه إله أنا لا أدري أنا لا أدري في الحقيقة أدري ولكن هذا كلاما يقال أنا لا أدري لماذا دائما ينسب ينسب النقص إلى الله وإلى أولياء الله وينسب الكمال إلى زعماء الدين في الفرق الباطنية أو حتى في غير الفرق الباطنية مراجع النجف وكربلاء ينسبون النقص إلى النبي وإلى العترة الطاهرة وقد عردت الكثير من ضلالهم هذا في برامجي وقرأت ذلك من كتبهم ويذبحون رواة الحديث بسيف ضلالتهم الذي يقال له علم الرجال ولكنهم في الوقت نفسه يسطرون ما يسطرون من الألقاب ومن المديح لكل أصحاب العمائم وكأن أصحاب العمائم جميعا مقدسون وتنقلب سيئاتهم وقبائحهم وعوراتهم المقرفة إلى حسنات وكرامات ومعجزات ما هو هذا يجري في كل المؤسسات الدينية وهذا يدلنا على أن الجميع يعهدون إلى أبيهم إبليس إلى أستاذهم الشيطان إلى إمامهم أبي مر أبو مرة كنية الشيطان هذا الأمر يجري في المجموعات الجديدة في الوسط الشيعي على سبيل المثال مجموعة أحمد إسماعيل الذي الذي يدعي أنه يدعي هذه المجموعة تنسب النقص لمحمد وآل محمد لأجل أن تبرر النقص الظاهر في أحمد إسماعيل والحكاية هي الحكاية كل مجموعة بحسبها لماذا لأن الأب واحد إنه إبليس إبليس الأبالس لأن المصدر وحد إنها العيون الشيطانية الكدرة القذرة وهذا يجري عبر التأريخ كله وإلى يومنا هذا أتباع سقيفة بني ساعدة ينسبون كل نقص إلى رسول الله وليس من معترض في البخاري ومسلم وفي سائر صحاحهم وفي كتب تفسيرهم ولكن الدنيا تنقلب إذا ما نقل شخص حقيقة حقيقة عن أبي بكر أو عن ابنته عائشة الدنيا تنقلب عندهم مع أنهم ما تركوا قبيحة إلا ونسبوها لرسول الله وقد حدثتكم عن أمثلة من هذا في حلقات ماضية ووعدتكم أن أعود للحديث عن هذا الموضوع وسأعود إليه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى هذه المشكلة منتشرة في كل الأجواء الدينية وفي كل الديانات ولا أريد أن أسهب فيها كثيرا نذهب إلى فاصل خلاصة القول الدروز يعتقدون من أنهم في الدور الثاني والسبعين من أدوار هذا العالم من أدوار هذا الوجود وهذا الدور بدأ أيام خلافة الحاكم بأمر الله الفاطم الذي بدأت خلافته سنة 386 للهجرة بعد ذلك وصلنا إلى مرحلة الكور حينما اختفى الحاكم بأمر الله الفاطم قتله قتله حمزة الزوزاني أو ربما قتله غير حمزة لكنهم لا يعتقدون بأن الحاكم قد قتل وإنما انتهت مرحلة الدور فلا وجود لظهور إلهي بصورة بشرية دخلنا في مرحلة الكور لكنهم ينتظرون في آخر هذا الدور أن يرجع حمزة الزوزاني كي يقضي على كل الديانات والرموز الدينية في العالم ويمهد ويمهد لرجوع الحاكم بأمر الله الفاطم لرجوع الله فهل أن الله في رجوعه يعتاج إلى اهتميد مسخرة إبليسية ومهزلة واضحة على أي حال هذه هي عقيدتهم هم هكذا يقولون من أن عقيدة التوحيد ما هي بعقيدة علنية إنها سر في هذا الوجود والحكمة من وجود الإنسان أن يبحث عن هذا السر فإذا ما وجده فقد وجد السعادة وقد وجد الكمال وقد وجد الحقيقة التي يجب على الإنسان أن يحصلها ولذا فإنهم يبررون أن تكون عقائدهم سرية من أن التوحيد سر يجب على الإنسان أن يبحث عنه بنفسه لكنهم في الوقت نفسه لا يقبلون أحدا من سائر الناس أن يدخل في دينه غريب هذا الأمر هم لا يقبلون أحدا من غير الدروز أن يكون درزيا وفي الوقت نفسه الدرزي الذي عاهد المعاهدة الدرزية الويل له إذا خرج من الديانة الدرزية هم لا يقبلون أحدا يضاف إلى مجموعتهم من الديانات الأخرى وكذلك لا يقبلون أن يخرج درزي من درزيته الويل له هذا هو التوحيد الذي يعتقدون به ويقولون نحن على دين التوحيد ويسمون أنفسهم بالموحدين ومن أن دينهم هو دين الحق ومن أنه ليس هناك من أحد على التوحيد الحق إلا هم على وجه الأرض وهذا التوحيد سيكون حاكما على كل الأرض حينما سيعود حمزة الزوزني وحمزة الزوزني مات أو شبع موت هو لن يعود ربما يعود في الرجعة بحسب عقيدتنا لمحاكمته مع الذين محضوا الكفر محضا فإذا ما رجع حمزة الزوزني فإنه سينشر عقيدة التوحيد في كل الأرض ويكون ذلك مقدمة لرجوع الحاكم بأمر الله الفاطم الذي هو الله وماذا بعد وماذا بعد يقولون إن الإنسان عليه أن يتطهر حتى يذهب إلى الجنة فإن الدروز يعتقدون بالجنة وبالنار يعتقدون باليوم الآخر لكنهم لا يعتقدون بالجنة التي يعتقدها المسلمون ولا يعتقدون بالنار التي يعتقدها المسلمون إنهم يتحدثون عن جنة روحانية وعن نار روحانية هم يعتقدون باليوم الآخر لكنهم في الوقت نفسه لا يعتقدون بالجنة الحسية وبالنار الحسية الجنة عندهم معنوية روحانية فقط والنار كذلك ويعتقدون بشكل قوي جدا بعقيدة التناسخ أساس دينهم وأساس فكرهم في الحياة هو التناسخ من أن الأرواح بعد الموت تنتقل إلى أجساد جديدة هكذا يقولون يقولون من أن الإنسان بحاجة إلى تطهر التطهر الأول يحصله من خلال التنقل بين الأجساد والتطهر الثاني يحصله من خلال معرفته لسر عقيدة التوحيد هكذا يعتقدون من أن عدد الأرواح في العالم محدود فحينما تخرج روح إنسان فإنها تعود إلى جسد إنساني آخر لكنهم في الوقت نفسه يضحكون على أنفسهم وقطعا هذا الضحك جاءهم من قبل الضحك الكبير عليهم من قبل حمزة الزوزني الذي يقدسونه كثيرا هذا هو الحد الأول من الحدود الإلهية عالمهم الذي عرضته عليكم في الحلقة الماضية يشتمل على خمسة ألوان هذه الألوان الخمسة هي ألوان الحدود الإلهية الخمسة الحد الأول منها حمزة الزوزني رجاء اعرضوا لنا علمهم صورة علمهم وتركوا صورة العلم حتى أبين رمزية ألوانه وإن ذكرت هذا في الحلقة الماضية ولكن لأجل التذكير كي تعرف من أن الأشخاص الذين يقدسونهم لا علاقة لهم لا بالأنبياء ولا بالأئمة ولا علاقة لهم بالقرآن ولا بدين العترة لا من قريب ولا من بعيد اللون الأخضر لحمزة الزوزني وهذا هو سيدهم ووليهم وإمامهم وقائم زمانها وهذا الحد الأول الذي بيده كل شيء وهو العقل الكلي اللون الأحمر للحد الثاني وهو صهر الزوزني إنه إسماعيل أهتميم واللون الأصفر لمحمد القرشي لمحمد بن وحب القرش الذي يعبرون عنه بالكلمة إنه كلمة الله هذا الحد الثالث والحد الرابع اللون الأزرق يشير إليه إنه سلامة ابن عبد الوهاب السامري هذا الجناح الأيمان والحد الخامس وهو الحد الأخير الجناح الأيسر هو علي ابن أحمد السموق هؤلاء هؤلاء أعود أعود إلى عقيدتهم في التناسخ هكذا يقولون من أن أكثر الأرواح في زماننا هذا من أن أكثر الأرواح هي درزية قطعا بعد أن انتشرت العقيدة الدرزية في زمان الحاكم بأمر الله الفاطم وفي الحقيقة العقيدة الدرزية منتشرت كانت محدودة لأن الدولة الفاطمية قد حاربتها ولذا فإن العقيدة الدرزية هي خارج السياج الإسماعيلي هؤلاء يعزفون عزفا نشازا لا علاقة للعزف الإسماعيلي به هؤلاء يغردون خارج السرب الإسماعيلي مضحوك عليهم يضحكون على أنفسهم وهم مستمرون على الكذب يكذبون على أنهم مسلمون لا علاقة لهم بالإسلام الفرق الباطنية تؤكد تأكيدا شديدا على أهمية الكذب والكذب 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 وهذا في كل الفرق الباطنية ليس أمرا خاصا بالدروز إلا أن الواقع المحيط بالدروز يجبرهم على أن يكذب ويكذب إلى أبعد الحدود فهم يعيشون في وسط ما بين السنة والشيعة وهناك الديانات الأخرى هم يكفرون بالديانات الأخرى لكن أكثر كفرهم وأقوى كفرهم بالإسلام وبمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما عداؤهم للنصيريين لماذا؟ مع أن النصيريين من الفرق الباطنية الفلسفة التي تحكم العقيدة النصيرية وكذلك تحكم العقيدة الدرزية هي الفلسفة الفيثاغورية يونانيا والفلسفة الهندوسية بالنظر إلى الفلسفة الشرقية فهناك آثار للفلسفة الفيثاغورية عند النصيريين وكذلك عند الدرزيين من فلسفة الغرب وهناك آثار للفلسفة الهندوسية عبر ملامح الفكر المانوي والغنوصي هناك غنوصية واضحة في الفكر النصيري الفكر المانوي الفكر الغنوصي فكر باطني يعود إلى فلسفة فارسية باطنية إذا أردنا أن نبحث في جذور الفلسفة الغنوصية والمانوية ما ردها إلى الفلسفة الهندوسية الباطنية فهي الفلسفة الأقدم في الشرق بل حتى في العالم أقدم فلسفة باطنية في العالم بحسب المعلوم لدينا من المعطيات إنها الفلسفة الهندوسية فلسفة الديانة الهندوسية هي أقدم الفلسفات الباطنية في العالم وتركت آثارها على مختلف الديانات التصوف عند السنة أو عند الشيعة آثار الفلسفة الهندوسية وحدة الوجود من أين جاءوا بها وحدة الوجود والموجود معا دين ابن عربي ودين الصوفيين ودين العرفانيين من أين جاءوا بها أتحدث عن هذه الفكرة وحدة الوجود والموجود معا لأن النظرية هذه لها اتجاهات عديدة أتحدث عن هذه بالذات عن وحدة الوجود والموجود معا هذه أصلها القديم من الفلسفة الهندوسية ولا نعرف فلسفة لحد الآن أقدم من الفلسفة الهندوسية تبنت فكرة وحدة الوجود والموجود معا أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل التي تخرجنا عن أصل مقصودنا لأنني أريد أن أبين لكم تطبيقا عمليا لنعبة إبليس كيف يحرف الدين ويحرف ويحرفه بعد ذلك تحريفا ثانيا ويحرفه تحريفا ثالثا إنه تحريف ويأتي بعده تحريف ثم يأتي تحريف للتحريف الثاني طبقات من التحريف مشكلة الدروز مع النصيريين ما هي هل هي بسبب عقيدة التناسخ التي يعتبرونها عقيدة خاطئة عند النصيريين لأن النصيريين يعتقدون في عقيدة التناسخ بما هو أوسع وأكبر من عقيدة التناسخ عند الدروز الدروز يعتقدون بالتناسخ بانتقال الأرواح من أجساد بشرية إلى أجساد بشرية أخرى بينما النصيريون يعتقدون بالتناسخ والتماسخ والتفاسخ والتراسخ فأما التناسخ أن تنتقل الروح من جسد إنسان إلى جسد إنسان آخر التماسخ أن تنتقل الروح من جسد إنسان إلى جسد حيوان التفاسخ أن تنتقل الروح من جسد إنسان إلى جسد نبات أن يكون شجرة التراسخ أن تنتقل الروح من جسد إنسان بعد الموت قطعا إلى جسد حجر إلى جسد جماد فهناك تناسخ وهناك تماسخ وهناك تفاسخ وهناك تراسخ هذا في العقيدة النصيرية الدرزيون يعترضون على هذا لكن الحقيقة ليست هنا مشكلة الدروز مع النصيريين هي مشكلة حمزة الزوزني لأن النصيريين بحسب عقيدتهم يؤلهون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومدار الدين والعقيدة عندهم حول ألوهية علي بن أبي طالب أما الزوزني فهو حاسد لعلي بن أبي طالب ولذا يحاول أن ينتقص منه إلى أن يصوره بأنه الشيصبان فإبليس إبليس 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 يتجلى في أخبح صوره في محمد صلى الله عليه وآله ويتجلى في الأنبياء والشيصبان يتجلى في علي لأن الشيصبان الصورة الأقبح من صور إبليس قطعا هذا الكلام يبنى على هراء من القول وهذا شأن الفرق الباطنية من هنا فإن عداء الدروز مع النصيريين يبدأ من هذه النقطة لأن النصيريين يؤلهون علي بن أبي طالب وحمزة الزوزني يكره ذلك فإنه حول محمدا وحول علي إلى مظاهر إبليس إلى مظاهر الشيطان وهذا الأمر جره على كل الأنبياء بحيث أن الدروز يعتقدون أن الأنبياء هم أعداء التوحيد كيف كان ذلك يقولون إن إبليس أبدعه العقل الكل لكنه أبدعه من دون أن يريد ذلك ما هذا المنطق الهراء يفترض في العقل الكلي من أنه وجود كامل فكيف يبدع شيئا ما كان يريده هذا هو الذي يقوله الدروس من أن العقل الكلية أبدع إبليس بخلاف بخلاف ما هو يريد فتحقق الوجود الإبليسي فأين ظهر هذا الوجود ظهر في الأنبياء ولذا فإن الأنبياء بأديانهم يحاربون التوحيد هذا التوحيد من الذي أظهره التوحيد الذي يريده الله لم يظهره إلا حمزة الزوزاني أما الأنبياء فإنهم يحاربون التوحيد ولذا عندهم مصطلح سنأتي على ذكره مصطلح النطقاء النطقاء هم الأنبياء الذين نطقوا بالشرائع فهؤلاء هم النطقاء الشيطانيون النطقاء الإبليسيون وهم الأنبياء هذه الخطوط الإجمالية للعقيدة الدرزية عقيدة ليست منطقية ولذا يخافون من إبرازها ضحكوا على أنفسهم بأن التوحيد عقيدة سرية ما هي الحكمة في سرية العقيدة هذه ولماذا سبحانه وتعالى يضيع الإنسان في عقيدته حتى يبحث عن العقيدة السرية بينما العقيدة ظاهرة عند الإنسان في فطرته التي يحملها لحظوا الفارق بين المنطقين بين منطقي الذي يقول من أن عقيدة التوحيد سرية ويجب على الإنسان أن يبحث عنها وبين هذا المنطق من أن كل مولود يولد على الفطرة وما هي الفطرة الفطرة فطرة التوحيد لحظوا الفارقة بين هذين المنطقين لكن المولود قد يتعرض للتربية الخاطئة فتنطمس حينئذ هذه الفطرة أما في أصل الخلقة وفي أصل النظام فإن كل مولود يولد على الفطرة أبواه الذان يهودانه ينصرانه يمجسانه يمجسانه يجعلونه مجوسيا الفارق الكبير بين هذين المنطقين لا أريد أن أقارن بين منطق الدروز وبين منطق خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف بين منطق الدروز هذا وبين منطق منظومة الأدعية والزيارات التي هي عندنا والتي تمثل كنوز المعارف في دين العترة الطاهرة لا أريد أن أخوض في هذه المطالب لضيق الوقت بهذا أكون قد وضعت بين أيديكم صورة عن تأريخهم وصورة مجزة عن مضمون عقيدتهم رجاء اعرضوا لنا صورة جمع منهم وهم يحملون علمهم المقدس الذي حدثتكم عنه قبل قليل هؤلاء هم إنهم جمع من الدروز في مسيرة يحملون علمهم المقدس الذي يشير إلى الحدود الخمسة لدينهم التوحيدي كما هم يقولون من أنهم على دين التوحيد نذهب إلى فاصل رسائل الحكمة هذا هو كتابهم المقدس يتألف من ثلاثة أجزاء الكتاب مجموعة رسائل تقع في ستة كتب الكتاب الأول الكتاب الثاني الكتاب الثالث إلى الكتاب السادس فهناك ستة كتب وكل كتاب من هذه الكتب يشتمل على مجموعة من الرسائل التي كتب بعضها حمزة الزوزني وكتب بعضها أيضا صهره الحد الثاني إسماعيل التميمي لكن أكثر هذه الرسائل كتبها الحد الخامس إنه الجناح الأيسر علي بن أحمد الطائي السموقي هذه الطبعة طبعة دار لأجل المعرفة ديار عقل لبنان ألف وتسعمية أو ستة وثمانين ميلاد سأقرأ عليكم بعضا مما جاء في المجلد الأول لماذا اخترت المجلد الأول لأن المجلد الأول فيه رسائل الزوزني الذي هو إمامهم وسيدهم وقائم زمانهم ووليهم في ديانتهم في الديانة الدرزية حمزة الزوزني هو الأول وبعده يأتي الأربعة الكبار بقية الحدود الخمسة الذين أشرت إليهم هناك طبقة موجودة عندهم بعد هذه الطبقة إنها طبقة المبلغين من رجال الدين عندهم فهناك ما يقال له الداعي مرتبة من مراتب رجال الدين وهناك المأذون وهناك المكاسر والذي يسمونه أيضا النقيب هناك طبقة الدعاة طبقة المأذونين وطبقة المكاسرين أو النقباء هذه الطبقات طواها التأريخ في أيامنا المجتمع الدرزي دينيا يقسم إلى طبقتين إلى طبقة العقال جمع لعاقل وهم رجال الدين وطبقة الجهال جمع لجاهل وهم غير رجال الدين على سبيل المثال الزعماء السياسيون من هذه الطبقة من طبقة الجهال الزعيم السياسي عندهم جاهل بحسب هذا التقسيم العاقل فقط هو رجل الدين هذه أسرار دينهم ولأنها قبيحة يخفونها بقدر ما يستطيعون بحجة أن الأسرار هذه لها أهلها لو كان فيها من خير لأبرجوها الشيء الجميل لا يستار الشيء القبيح هو الذي يستار في المجلد الأول من رسائل الحكمة إنه الكتاب المقدس في العقيدة الدرزية والذي ألفه حمزة الزوزن ومن معه في الصفحة الثامنة والخمسين ميثاق ولي الزمان طبعاً في هذا الكتاب أهل كثير من الهراء لكنني لست بصدد مناقشة كل هرائهم لح علاقة لي بالموضوع ميثاق ميثاق ولي الزمان من هو ولي الزمان ولي الزمان هو حمزة الزوزن هذا الميثاق هو الذي كتبه فإذا أراد الدرزي الدرزي مجتمعياً الذي ينتمي إلى المجموعة الدرزية إلى الطائفة الدرزية إذا أراد أن يصبح درزياً عقائدياً علينا أن نفرق بين الدرزي الذي ينتمي اجتماعياً أسرياً إلى المجموعة الدرزية وبين الدرزي الذي ينتمي إلى العقيدة الدرزية فليس كل الذين يقالوا لهم دروز ينتمون إلى العقيدة الدرزية من وجهة نظر هذه العقيدة وليس من وجهة نظر الآخرين الخارجين عن الدروس فهناك درزي ينتمي إلى الطائفة الدرزية يكون انتماؤه مجتمعيا انتماؤه أسريا انتماؤه عاطفيا الأمر الواقع هو الذي يفرض عليه هذا لكنه إذا أراد أن يكون درزيا عقائديا يجب عليه أن يتمسك بهذا المثاق وأن يعطي هذا المثاق هذا المثاق كتبه ولي الزمان إنه حمزة الزوزني هذا هو شيطانهم الذي أضله وكذا في كل مجموعة شيطانها يبدأ المثاق هذا المثاق لابد أن يقرأه وأن يقر به في محضر العقال في محضر رجال الدين حتى يصبح درزيا عقائديا انتبهوا إلى عبارات هذا المثاق حتى تعرفوا صدق كلامي حين أقول من أن الدروز لا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد هذا مثاقه وليستطيع الدروز أن ينكروا هذا فإذا أراد الدرزي الذي نشأ في عائلة درزية أن يصبح درزيا عقائديا عليه أن يقدم هذا المثاق وأن يلتزم به ويكون هذا بمحضر الشهود والمراد من الشهود هنا إنهم العقال إنهم رجال الدين توكلت هذا هو نص المثاق توكلت على مولانا الحاكم الأحدي الفردي الصمدي إنه الحاكم بأمر الله الفاطم توكلت على مولانا الحاكم الأحدي الفردي الصمدي المنزه عن الأزواج والعدد أقر فلان ابن فلان هنا يذكر الاسم هذا الدرزي الذي ينتمي اجتماعيا أسريا إلى الدروز يريد أن يصبح درزيا عقائديا فهنا يذكر اسمه واسم أبيه أقر فلان ابن فلان إقرارا أوجبه على نفسه وأشهد به على روحه أشهد به على روحه أشهد رجال الدين العقال وأشهد به على روحه في صحة من عقله وبدنه وجواز أمر طائعا غير مكره ولا مجبر إنه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات كلها على أصناف اختلافاتها وقطعا أول هو الإسلام لأن مشكلتهم الكبيرة مع الإسلام من البداية وإلى الآن أتحدث عن الجانب العقائدي في زماننا وعن الجانب السياسي والاجتماعي في زمان الدولة الفاطمية إنه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات كلها على أصناف اختلافاتها وأنه لا يعرف شيئا غير طاعة مولانا الحاكم جل ذكره والطاعة هي العبادة وأنه لا يشرك في عبادته في عبادة ذلك الخليفة المخبول وأنه لا يشرك في عبادته أحدا مضى أو حضر أو ينتظر أحدا من الماضين أو من الحاضرين أو ممن سيأتون وأنه لا يشرك في عبادته أحدا مضى أو حضر أو ينتظر وربما يقصد منه هو الحاكم إن كان قد مضى مثل ما ظهر في مرحلة بداية الدور أو حضر إذا ما حضر في زماننا أو أنه ينتظر لعودته بعد رجعة حمزة الزوزن المعنى واحد لا يوجد فارق كبير وأنه لا يشرك في عبادته أحدا مضى أو حضر أو ينتظر وأنه قد سلم روحه وجسمه وماله وولده وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم جل ذكره ورضي بجميع أحكامه له وعليه غير معترض ولا منكر لشيء من أفعاله لأن أفعال الحاكم بأمر الله الفاطم كانت مخبولة ولذا لا بد أن يقر الدرزي بقبولها ولا منكر لشيء من أفعاله ساءه ذلك أم سره ومتى رجع عن دين مولانا الحاكم جل ذكره الذي كتبه على نفسه وأشهد به على روحه أو أشار به إلى غيره أو خالف شيئا من أوامره كان بريئا من الباري المعبود ثم يقول في هذا الميثاق وأحترم الإفادة من جميع الحدود الحدود هؤلاء الخمسة الذين مر ذكره لهذا السبب عرضت العلم مرة أخرى كي أذكركم بأسمائهم هؤلاء هم الحدود وأحترم الإفادة الإفادة العلمية الدينية العقائدية من رسائلهم وأحترم الإفادة من جميع الحدود وأستحق العقوبة من البار العلي جل ذكره هذا مصطلح عقائدي عندهم البار العلي البار عنوان والعلي عنوان عنوان ثاني يقولون من أن الدرزيين ليسوا مكلفين بالارتباط بمظاهر الله التي ظهرت في أدوار هذا الوجود إلا بهذا المظهر البار وهو الأول والعلي وهو المظهر الثاني فيقولون من أن الدروز مكلفون بالارتباط بمظاهر الله هذه أما بقية المظاهر في الأدوار الأخرى فإنهم ليسوا مكلفين بالارتباط بها هم مكلفون بالارتباط بمظهر البار ومظهر العلي وأصل دينهم وتوحيدهم عند الحاكم بأمر الله الفاطم هذا هو الميثاق الذي يجب على الدرزي أن يواثق به الحاكم بأمر الله الفاطم الذي هو إلهه وأن يواثق به الحدود الخمسة وعلى رأسهم حمزة الزوزني إنه كذابهم الكبير الذي ضحك عليهم والهزال يضحك عليهم ماتوا شبع موت وهم ينتظرون رجوعه مهزلة لا تماثل ومهزلة لا تلاحظون كيف أن إبليس قد لعب لعبته هذا هو عنواننا لعبة إبليس في التحريف الديني والتزيف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة نذهب إلى فاصل في صفحة الحادية والستين من المجلد الأول لازلت أقرأ عليكم من المجلد الأول هذا الكتاب المعروف بالنقض الخفي وقد رفع إلى الحضرة اللاهوتية كتبه حمزة الزوزن ورفعه إلى الحضرة اللاهوتية إلى الحاكم بأمر الله الفاطم هكذا يدعي الذي كتب هذا الكتاب في الصفحة الحادية والستين أما بعد فقد سمعتم قبل هذه الرسالة نسخ الشريعة بإسقاط الزكاة عنكم إنه يتحدث عن الشريعة الإسلامية أما بعد فقد سمعتم قبل هذه الرسالة نسخ الشريعة بإسقاط الزكاة عنكم وإن الزكاة هي الشريعة بكمالها هذا مصطلح هنا يستعمله الزوزني فيجعل الزكاة عنوانا للشريعة كلها لأنه بعد ذلك سيأتي لنسق أحكام الزكاة التي هي عبادة مالية في هذا الكتاب نفسه الكتاب المعروف بالنقض الخفي إنه نقض لدين الإسلام بكل تفاصيله والكلام موجود أما بعد فقد سمعتم قبل هذه الرسالة نسخ الشريعة بإسقاط الزكاة عنكم وإن الزكاة هي الشريعة بكمالها وقد بيّنت لكم في هذه الرسالة نقضها نقض الشريعة دعامة دعامة ظاهرها وباطنها إنه رفض للشريعة الإسلامية بظواهرها وبواطنها وأن المرادة في النجاة في غير هذين جميعاً وقد سمعتم بأن يصير هذا الباطن المكنون الذي في أيديكم ظاهراً متى؟ حينما يبسط الحاكم بأمر الله الفاطم سلطته على الأرض والذي يقوم بهذا هو حمزة الزوزن وقد سمعتم بأن يصير هذا الباطن يعني العقيدة الدرزية الباطنية وقد سمعتم بأن يصير هذا الباطن المكنون الذي في أيديكم ظاهراً والظاهر يتلاشى ويظهر معنى حقيقية الباطن المحط وهذا وقته وأوانه إنه يخبرهم بأن الأمر صار قريباً وتصريح بيانه للموحدين لا للمشركين إلى أن يظهر السيف يظهر السيف بيد حمزة الزوزن إلى أن يظهر السيف فيكون ظاهراً مكشوفاً طوعاً وكرهاً وتأخذ الجزية من المسلمين والمشركين كما تأخذ من الذمة يعني من أهل الذمة التعابير ركيكة التعابير ركيكة وهناك أخطاء لغوية واضحة ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل وتأخذ الجزية من المسلمين والمشركين كما تأخذ من الذمة وقد قرب قرب هذا إن شاء مولانا إن شاء مولانا الحاكم وبه التوفيق بعد ذلك يبدأ بنقض دعائم الشريعة الإسلامية مثل ما قاله وقد بيّنت لكم في هذه الرسالة نقضها دعامة دعامة ظاهرها وباطنها بدأ بنقض الشهادتين أولا شرح الشهادتين ثم بعد أن ينقض الشهادتين ثانيا الصلاة يقوم بنقض الصلاة وبعد نقض الصلاة ثالثا الزكاة إنها العبادة المالية رابعا الصوم خامسا الحج سأقرأ لكم بعض كلامه عن الحج في الصفحة الرابعة والسبعين وجميع ما يعملون به ما يعمل به المسلمون في الحج من مناسكهم وتقوسهم وجميع ما يعملون به من شروط الحج فهو ضرب من ضروب الجنون من كشف الرؤوس وتعرية الأبدان ورمي الجمار الجمار الحصى ورمي الجمار والتلبية من غير أن يدعوهم أحد وهذا من الجنون إلى آخر كلامه فهو هنا ينقض الشريعة الإسلامية في ظاهرها وباطنها مثل ما قال ينقضها دعامة دعامة وجميع ما يعملون به من شروط الحج فهو ضرب من ضروب الجنون من كشف الرؤوس وتعرية الأبدان ورمي الجمار والتلبية من غير أن يدعوهم أحد وهذا من الجنون أليس من الجنون أن تختار رجلا مجنونا كالحاكم بأمر الله الفاطم وتجعلونه الله من هو المجنون المجنون من هو من يذهب إلى مجنون ويجعله الله أم هذا الذي يقوم بطقوسه وفي كل دين طقوس بل في كل أمة طقوس بغض النظر عن الدين أو المذهب أو العقيدة ولكن هل هناك من عاقل يسمع الذين يقال لهم العقال لا عقل له ماذا وعقله ويستمر في نقضه للجهاد وكذلك للولاية في نقضه للولاية وهو يتحدث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فيقول في الصفحة السادسة والسبعين من المجلد الأول من الكتاب المقدس للدروس إنه رسائل الحكمة فبان لنا بأنه جل ذكره من هو الحاكم بأمر الله الفاطمي ذلك الرجل المخبول المعتو فبان لنا بأنه جل ذكره نقض باطن الولاية التي في علي بن أبي طالب وظاهرها فليس هناك من ولاية لعلي بن أبي طالب لا في الباطن ولا في الظاهر هذه عقدة حمزة الزوزني ولهذا السبب يعادون النصيرية الغلاط فبان لنا بأنه جل ذكره الحاكم بأمر الله نقض باطن الولاية التي في علي بن أبي طالب وظاهرها والإمام علي بن أبي طالب هو عبد مولانا جلت قدرته بقوله كل شيء أحصيناه في إمام مبين والذي أحصى الأشياء في الإمام هو مولانا جل ذكره تناقض تناقضات وتضارب وهذا حال الفرق الباطنية إلى أن يقول في الصفحة السابعة والسبعين وكلما يقال فيه من الأسماء مثل الإمام وصاحب الزمان وأمير المؤمنين ومولانا ومولانا كلها لعبيده من يلقب بهذه الألقاب فهم عبيد للحاكم بأمر الله الفاطم لهذا المخبول كلها لعبيده وهو أعلى وأجل مما يقاس أو يحد أو يوصف لكن بالمجازي لا بالحقيقة ضرورة لا إثبات وهذا جزء من هرائهم نصل إلى الرسالة الحادية بعد العاشرة هذه رسالة دعش والتي عنوانها كتاب فيه حقائق هذا الكتاب يحاول الذي كتبه يحاول فيه أن يثبت ألوهية الحاكم من خلال أفعاله القبيح فيقول هذه الأفعال القبيحة لا يفعلها بشر عاقل إذن ما هو ببشر عاقل إذن هو إله أي استدلال هذا استدلال شيطاني سخيف إلى أبعد الحدود كتاب فيه حقائق وهذا من الرسائل التي كتبها حمزة الزوزني يبدأ الكتاب صفحة 117 أقرأ عليكم من صفحة 119 هكذا يقول حمزة الزوزني ولو نظروا إلى أفعال مولانا الحاكم بأمر الله الفاطم ولو نظروا إلى أفعال مولانا جلت قدرته بالعين الحقيقية لا أن ينظر إلى ظاهر أفعاله فإن ظاهر أفعاله قبيح لا يقوم بهذه الأفعال إلا مخبول إلا معتوه ولو نظروا إلى أفعال مولانا جلت قدرته بالعين الحقيقية وتدبروا إشاراته بالنور الشعشعاني لبانت لهم العلوهية والقدرة الأزلية والسلطان الأبدية وتخلصوا من شبكة إبليس وجنوده الغوية إبليس من هذا؟ إبليس هذا محمد إبليس هذا علي إبليس هذا الأنبياء وسائر الديانات وتخلصوا من شبكة إبليس وجنوده الغوية ولتصور لهم حكمة ركوب مولانا جل ذكره وأفعاله وعلموا حقيقية المحض في جده وهزله ووقفوا على مراتب حدوده وما تدل عليه ظواهر أموره جل ذكره وعز اسمه ولا معبود سواه فأول ما أظهر من حكمته ما لم يعرف له في كل عصر وزمان ودهر وأوان وهو ما يذكرونه العامة من أفعال الملوك من تربية الشعر فقد أطلق شعره من دون تنظيم ومن دون ترتيب وهذا هو الذي جعل عامة الشعب يتحدثون عن هذا يقولون أي ملك هذا أي خليفة يفعل بنفسه هذا الفعل فأول ما أظهر من حكمته ما لم يعرف له في كل عصر وزمان ودهر وأوان أي أنه لم يفعل أفعاله هذه أي ملك في الماضي وهو ما ينكرونه العامة من أفعال الملوك من تربية الشعر ولباس الصوف وركوب الحمار بسروج غير محلات لا ذهب ولا فضة والثلاث خصال معنى واحد في الحقيقة لأن الشعر دليل على ظواهر التنزيل كيف فهم هذا وكيف دل الشعر الطويل المضطرب الفوضوي من أنه يدل على ظواهر التنزيل لأن الشعر دليل على ظواهر التنزيل والصوف الذي لبسه كان يلبس الصوف في آخر أيامه والصوف دليل على ظواهر التأويل والحميرة التي كان يركبها دليل على النطق النطقاء منهم؟ النطقاء في عقيدة الدروس النطقاء في عقيدة الدروس سبعة أولهم آدم وأساسه شيذ أساسه يعني وصيه بالمصطلح الدرزي يصطلحون على الوصي على وصي النبي يصطلحون هذا المصطلح الأساس هذا هو كلام كتبهم الدينية إنني أتحدث بلغتهم وبمصالحاتهم النطقاء سبعة وهم مظاهر إبليس مظاهر الشيطان وهم أعداء التوحيد بان التوحيد من هو؟ حمزة الزوزان أول النطقاء آدم وأساسه شيذ الثاني منهم نوح وأساسه سام والثالث منهم إبراهيم وأساسه إسماعيل والرابع منهم موسى وأساسه هارون وبعد ذلك صار يشوع ابن نون بحسب ما هم يقولون لأنه في كتب اليهود يشوع في رواياتنا يوشع فهم يأخذون بالنص اليهودي يشوع ابن نون الناطق الخامس من النطق عيسى وأساسه شمعون إنه شمعون الصفة والناطق السادس من النطق محمد صلى الله عليه وآله أنا الذي أقول صلى الله عليه وآله وأساسه علي بن أبي طالب وأما الناطق السابع فهو أول خليفة من خلفاء الدولة الفاطمية إنه عبد الله المهدي بالله وأساسه وصيه عبد الله بن ميمون القداح رمز من رموز الدعوة الإسماعيلية لا مجال عندي حتى أحدثكم عن كل الأسماء والمسميات إذن هذا الشعر الفوضوي الذي أطلقه الحاكم من دون ترجيل من دون قص من دون تنظيف هذا الشعر الفوضوي دليل على ظواهر التنزيل وأما الصوف الذي كان يلبسه دليل على ظواهر التأويل ما هي العلاقة بين الصوف والتأويل ما هي العلاقة بين الشعر والتنزيل هذا هو هراء حمزة الزوزاني والحمير دليل على النطقاء لماذا؟ لأن النطقاء حمير سيبين لنا حمزة الزوزاني هذا المعنى والحمير دليل على النطقاء بقوله لمحمد يا بني أقم الصلاة وآت الزكاة هذا ليس موجودا في القرآن وآت الزكاة وهذا يدلك على جهل الزوزاني بالقرآن قد يقول قائل من أنه لا يعتقد بالقرآن حتى لو كان لا يعتقد بالقرآن فعليه حينما ينقل نصا ويريد أن يناقشه أن ينقل النص كما هو هو يريد أن يبطل هذا النص فعليه أن ينقل النص كما هو هذا دليل على جهله ودليل على جهل أتباعه أيضا فهم لم يصححوا لهم هذا الخطأ ودليل على جهل أتباعه أيضا من الحدود الخمسة فإنهم لم يصححوا له أخطاءه هذا هنا يأتي بآيات لا توجد في القرآن إنه يجمع بين بعض ما جاء في سورة لقمان وما جاء في سورة الإسراء ويضيف كلمات من عنده ليست موجودة لا في سورة لقمان ولا في سورة الإسراء مع الأخطاء اللغوية والنحوية التي تنتشر في هذه الرسائل يا بني أقم الصلاة وآت الزكاة هذا اللفظ لا وجود له لا في سورة لقمان ولا في سورة الإسراء وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض هذا الكلام جاء به من سورة الإسراء في الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان عند ربك شيئا محذورا هذا التعبير لم يرد في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة هكذا جاء في سورة الإسراء في الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة وما بعدها ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ماذا قال الزوزني كل ذلك كان عند ربك شيئا محذورا وانقص من مشيك الذي جاء في سورة لقمان وقصد في مشيك واخضض من صوتك الذي جاء في الكتاب المقدس للدروس وانقص من مشيك واخضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فهؤلاء هم النطق هذا هو الذي تحدث عن والحمير دليل على النطق الذين نطقوا بالشرائع فأين هو نطق النطقاء بالشرائع هنا واخضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الذين هم الأنبياء أصحاب الشرائع لأنهم يعتقدون أن الشرائع جاءت عقوبة للناس لأن الشرائع تكليف فوق طاقة البشر هذه عقائده إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هؤلاء هم الأنبياء هؤلاء هم النطقاء النطقاء هم الذين ذكرتهم لكم من الأنبياء ومن أوصيائهم أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا من سخف هؤلاء فإنهم يقسمون بحسب مزاج حمزة الزوزن الأنبياء إلى صادقين وكاذبين ولذا فإنهم في كتابهم المقدس حينما يكتبون كلمة الصدق لا يكتبون ها بصاد مع مشتقاتها السادق يسدق السدق لماذا إنهم يحسبون أعداد حروف هذه الكلمة بحساب الجمل الكبير والبعض يقول عن الجمل الكبير هناك من يقول هو الجمل الكبير وهناك من يقول الجمل الكبير إنه الحساب الأبجدي المشرقي الحروف لها أرقام كلمة صدق إذا أردنا أن نحسبها بهذا الحساب فالصاد تساوي تسعين والدال أربعة والقاف مئة مئة أربعة وتسعين هم لا يريدون هذا الرقم هم يريدون مئة وأربعة وستين ولذلك بدلوا الصاد إلى سين لأن السين تساوي ستين الصاد تساوي تسعين والدال أربعة والقاف مئة مئة أربعة وستين عدد الأنبياء الصادقين من وجهة نظرهم الكذب يكتبونه كذب لأننا إذا أردنا أن نحسب كلمة كذب بالأبجد المجموع سبعمية واثنين وعشرين الكاف عشرون والذال سبعمائة والباء اثنان المجموع يكون سبعمية واثنين وعشرين هم لا يريدون هذا فيقولون كذب الكاف عشرون والدال أربعة والباء ستة يكون المجموع ستة وعشرين عدد الأنبياء الكاذبين من وجهة نظرهم أي منطق هذا نحن إذا اتبعنا هذا المنطق هذا جزء من الفلسفة الفيثاغورية الباطنية ولكن ما تحدث عنه فيثاغورس في باطنيته ليس بهذه السذاجة في ثاغورس في فلسفته الباطنية جعل الأرقام باطنا لهذه الكائنات فكل كائن له رقم رقمه باطنه الحروف التي ترتبط في تسمية ذلك الكائن مفتاح للرقم الباطني لذلك الكائن حديث فيثاغورس عميق في فلسفته أما هؤلاء فقد فهموا الأمور السطحية السخيفة جدا إذا كان الحساب على هذا الأساس ستتغير اللغة بكاملها قواعد النحو وقواعد الإملاء وقواعد القراءة في أي منطق هذا هذا منطق الهراء وهذا منطق السخف وهذا منطق العقل أي عقل يتحدثون هؤلاء عن من حقهم من حقهم أن يخفوا عقائدهم وأن يجعلوها سرية بالله أحليكم وخاطبوا شباب شيعة الحجة بن الحسن الذين يتابعون برامجي بالله عليكم أين تضعون هذا مع الحقائق الناصعة التي أبينها لكم من دين العترة الطاهرة أين تضعون هذا الهراء هذه لعبة إبليس لقد لعبها بطريقة ذكية جدا 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 نذهب إلى فاصل صفحة 117 هناك تلخيص كتبوه لما جاء في هذه الرسالة كتاب فيه حقائق هذه الرسالة التي تحاول أن تثبت ألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي من خلال أفعاله القبيحة أقرأ لكم المقدمة التي تلخص مضمون هذه الرسالة كل ما عند الحاكم من أفعال وتصرفات جدية كانت أمهزلية لها معاني وتأويلات توحيدية كلها رموز وإشارات إلى هدم الشريعتين المراد من الشريعتين شريعة محمد التنزيل وشريعة علي التأويل إنهما الفحشاء والمنكر إنهما شريعتا الإلحاد والشرك هكذا هم يعتقدون كلها رموز وإشارات إلى هدم الشريعتين وبناء شريعة التوحيد التي بناها من؟ حمزة الزوزاني فمن ركوبه الحمار بغير سرج إلى تربية شعره إلى لبس الصوف إلى الخروج في الصحراء وإلى خروجه من السرداب إلى البستان وإلى أسماء البساتين وأبوابها وجوامعها والمساجد وقبابها كلها تشير إلى هدم الشريعتين كل حركة وسكنة عند الحاكم تشير إلى هدم الشريعتين شريعة محمد وشريعة علي صلى الله عليهما وآلهما ويشير أيضا إلى ذلك وقوفه في الصوفية وقوفه في الصوفية أن يكون حاضرا في مجالسهم وفي حلقات ذكرهم واستماعه إلى أغانيهم والنظر إلى رقصهم ولعب أركابية بالعصي والمقارع وصراعهم فيما بينهم وذكر فروجهم وأحاليلهم وحرق فروج بعضهم بعضا واللعب بعوراتهم هذا يذكرنا بفتاوى مراجعنا العظام التي مرت علينا في الحلقات الأولى من هذه المجموعة من مجموعة حلقات صولة القمر ما أفتى به الخوء من أنه يجوز للرجال أن يلعب بعورات الرجال ويجوز للنساء أن يلعب بعورات النساء أن يلعب بعض الرجال بعورات البعض وأن يلعب بعورات بعضها Bonjour واللعب بعوراتهم كلها تشير إلى معاني باطنية درزية وإلى ألوية العاكم يعني واحد يلعب حواجد الثاني هذه معناها يشير إلى التوحيد زيان هاي وين نخليها هسا افتهمنا الخوئي أصدر فتواه لأجل المعممين لمناسبات معينة وهذا حدثتكم عنه زين ذون يلعبون بعوراتهم وهذه تكون دلالتان على التوحيد أي توحيد هذا إلى متى يضحك الشيطان على البشر يأتوا مسخرة هذه أية مسخرة هذه يا شباب الشيعة أعرف عظمت دين العترة قارنوا بين هذا الهراء وبين عظيم الحكمة في منطق محمد وأهل محمد عدوا إلى الحلقات المختصة ببيان هندسة العترة لحفظ الدين هذه الحلقات القريبة عدوا إليها وقارنوا بين هندسة العترة لحفظ الدين وكل ذلك لا يمثل إلا جزءاً يسيراً من حكمتهم لا قيمة له قيمته عالية بالنسبة لنا بالنسبة لهم لا قيمة له قارنوا بين تلك الحقائق الصافية وبين تلك المنابع النقية للطهر والهداية والمعرفة وبين هذا الهراء أعرفوا قيمة بيعة الغدير الذي حدثتكم عنه في هندسة العترة لحفظ الدين هو شيء من تجليات بيعة الغدير أعرفوا قيمتها يا شباب الشيعة ولا تأخذوا دينكم من أصحاب العمائم في النجف وكربلاء إنهم يضحكون عليكم ولا يفقهون شيئا من حقائق الدين ولا توجهوا أنظاركم إلى الفرق الباطنية هذا مثال من أمثال الفرق الباطنية جمع من الناس من سفلة الشوارع يلعبون بعوراتهم والحاكم يكون فيما بينهم وهذا دليل على التوحيد وهذا التوحيد هو الذي يكون سراً يجب على الإنسان أن يبحث عنه أن نبحث في عورات أولئك اللاعبين أين نبحث؟ هذه لعبة إبليس أعرفتم الآن مقصدي من العنوان لعبة إبليس لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة هذه مهزلة واضحة حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة مثلما فعل مراجع النجف وكربلاء فجعلوا من أسلافنا ومن أجدادنا وآبائنا ومن ذوينا وعشائرنا وجعلوا منا مسخرة ومضحكاً وهم في الحقيقة هم مسخرة لشيطان ونحن أصبحنا مسخرة لمسخرة الشيطان وقت الحلقة انتهى وتم الحديث في العقيدة الدرزية أتمنى أن يكون حديثي كان واضحاً للعائلة اللبنانية الشيعية المتدينة التي طلبت مني هذا الطلب ووظفت طلبها أن يكون جزءاً من برنامجي هذا وأن يكون مصداقاً من مصادق عنوان الموضوع الذي طرحته لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة ترجمة نانسي قنقر